موسيقى ههنا بيكون في محاضرة جديدة من الى research school المحاضرة دي هنتكلم عن حاجة جديدة وهي highest literacy في محاضرتين اللي فاتهم اتكلمنا عن نتكون عن Validity فالفالدتي هي علاقة بالأكيراسي وليها علاقة بان الحاجة اللي انا بستخدمها عشان اقيز الفنومنا معينة هل الحاجة دي بتمثل الحاجة اللي انا بقسها فعلا ولا لا ازاي؟ لو انا عاوز اقيس ال Kidney Function في ريسا شمعين عاوز اقيس ال Kidney Function فقررت ان انا استخدم الكريتينين طبعا الكريتينين بيتأثر بالمصل يعني كمية المصل بلق بيتطلع كمية كريتينين عالية دي هتعمل لي بايس للمجرمنت والعكس لو المصل بلق في الشخص ده قليلة هو الكريتينين قليل هيعمل لي بايس في المجرمنت وهتطلع كمية الكريتينين قليلة ولا تعبر عن ال Kidney Function اذا انا محتاج حاجة تعتمد على ال Kidney بس ولا تعتمد على اي حاجة تانية في الجسم الحاجة دي هي السستاتين هل الحاجة دي بيتمثل للتظاهرة دي بس ولا تعتمد على اي حاجة تانية في الجسم لو هي اففتت بي اذر سيستم يبقى المجرمنت التعلي دي مش valid اول لكن لو هي بيتمثل الظاهرة اللي انا بقسها فقط ومش اففتت بزا اي حاجة تانية يبقى اذا this is a valid measurement اذا السستاتين c is a valid measurement for kidney function ويبقى اي حاجة تعتمد على اي حاجات مبقاس مثل ان اعمل questionnaire علشان اشوف quality of life in cancer patients مثلا طبعا quality of life هي measurement survival rate يعني ما بقوش مهتمين اود بالشخص ده هيعيش قد ايه لو جاله cancer مثلا لكن مهتمين هيعيش قد ايه في صحة جيدة من حيث physical measurement ومن حيث social ومن حيث كل ده بدأوا يخذه في الحسبان وبالتالي بدأوا يسألوا cancer patients مش بس ما يخدوش في الحسبان هو بس هيعيش قد ايه لا يخدو في الحسبان social well being وال emotional well being ويوجدوا اسئلة معينة بطريقة معينة عن طريق questionnaire والكوشنير والكوشنير لازم تكون بتمثل الحاجة اللي انا بسأل عنها يعني انا بسأل عن emotional well being وال social well being وال physical well being لازم تبقى الاسئلة بتقيس كل الظواهر ده لو فيه defect فيه قياس ظاهرة معينة يبقى اذا المجرمنت بتاعتي والتول اللي انا بتخدمها يعني هل المجرمنت اللي انا بقيس بها ده بتقيس كل الاسبتس والفينومونة عند الستودي يعني لو انا بقيس ال quality of life هل الكوشنير بقيس social well being بقيس physical well being و بقيس ال emotional well being فلو بقيس كل الحاجات اللي انا مهتم بها يبقى إلا content يسمى content validity ثاني حاجة هي phase validity describes whether the measurement seems inherently reasonable such as measuring pain on 10 point scale يعني هل اننا بقيس البان على على 10 point scale يعني اونا بخص الشخص المستشفى في ال ER بقول له مثلا انت حاسس ببان 0-10 يقول لي مثلا 7 يقول لي 8 هل ده فعلا يعبر عن measurement ولا لا اسمها phase validity con-stract validity degree to which specific measure agrees with theory يعني احنا معتقدين ان ال IQ بيعبر عن intelligence و performance of life كيف طيب هل فعلا ال IQ بيعبر عن intelligence و performance of life ولا لا اسمها con-stract validity هل ينفع استخدام IQ test عشان اقول ان الشخص ده ينجح في حياته ولا لا اذا لو ينفع ضغر الكبير يبقى استخدام IQ test ولا ما محتاج measurement تانية اضعها بالحسبان طيب ال predictive validity ده نوع جديد ان رادلت تتكلم عن ability of a measurement to predict the outcome يعني لو انا عملت questionnaire عشان يبقى لد depression ولقيت ان في ناس جالها على questionnaire دي معظم الناس مثلا عندها depression الناس دي lost their jobs خسروا الجوب بتاعكم في خلال 6 شهور اذا الطول بتاعتي فعلا متقدر تقصة depression لان الناس دي الاوتقام اللي هو job loss حصل طيب لو فقدنا ان المجرمينت التول بتاعتي قالت ان الناس دي كلها عندها depression وما فيش حد منهم lost his job والناس كلها عائشة كويس والجوب بتاعهم بروس براس وكلهم حياتهم كويزة يبقى اذا الطول بتاعتي فشلت انها تتنبأ في طبيعات depression اللي هو job loss مثلا ان هو يحصل مشاكل في الاسرة وهكذا criterion related validity يعني new measurement بتاعتي correlated with or accepted existing measure يعني هناك مقياس معين لل IQ مثلا عن طريق اسئلة معينة انا عملت مقياس جديد باسئلة مختلفة الطريقة مختلفة فابدأ اشوف هل المقياس بتاعه يشابه للمقياس الثاني في النتيجة او لا اقرب المقياس بتاعه على مية شخص واجرب عليهم IQ تسبب القديم واشوف الاثنين النتائج ماشية مع بعضها ولا مش ماشية مع بعضها طبعا لو انا عملت طول جديدة لريسرش هبقى شاكد في الريسرش هبقى شاكد في الريسرش لكن لو استخدمت طول existing measure يبقى انا متأكد في الريد بتاعتي لان اتنشر عن هبيبر قبل كده والناس بتتعامل بها عادي لكن سعد بطر ان انا اعمل الطول الجديدة بتاعتي لان ما فيش حاجة لان انا شاكد الطول القديمة مش بتعبر عن حاجة معينة انا عزائز حصوصا في الريسرش زي ما قل اللي هو بقيس فيه حاجات ما بتتقسب افقار زي اسئلة عن الوالبينج 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 كلام ده ما بتقسب رقم وبالتالي انا انا استخدم قبل كده قبل كده في ابحاث كتير او ان انا اعمل الوالبينج اه واحط فيه ايتمز جديدة لان انا شاكد ان القديم فيه طيب طيب دلوقتي بفضل فيه حاجة مهمة في الناس وهي السنستيفتي والسبسبستي احنا اتكلمنا عن الاكوراسي والبرسجن والباليدتي دلوقتي هنتكلم عن السنستيفتي والسبسبستي دي مهمة جدا في حاجتين لو انا عملت تست جديد وعاوز اشوفه هل التست ده جد ولا بات هل التست ده ينفع استخدمه في البرسجن والباليدة وكمان عشان افهم اي تست جديد ينزل السوق هل التست ده قدر استخدمه في الكلينج بتاعتي او في المستشفى ولا لا السنستيفتي معناها الآن دعنا نفهم الجادول هو بيتكون من الناس الي عندها دست والرسجن والنس لا تصبح الدست هذا حقيقي فعلا الناس عندها دست و الناس عندها دست او جلد مستشفى تست متأكد منه هي تست الناس عندها دست دست دقيق جدا انا عندي دست جديد لا اعلم في التست ده دا لشتغلت ث przyp نث من ان ناس طلعت boost التست الجديد الناس اللي طلعت boost وفي نفس الوقت هي عندها الدزيز الناس بده گفت تلع بستر وفي النفي ده ده بعد الفقيس الآن المLou recognise 떨 influجت إذا كنت 1999 ده مشتغل معك قال ا να lui توقف مع اني نطعم التسداع workers تعريبوا سير fellow الناس بستر ولكن في نفس وقت يعرف ان لن لمواعدونش دزيز يبقى ده false posted طيب لو الناس دي طلعت negative وهي عندها disease يبقى false negative التست قال ان هما negative بس ده مش حقيقي ده هما عندهم المرض يبقى false negative طيب انا عملت التست والناس دي طلعت negative ما عندها بالاختبار بتاعي وبنفس الوقت هما ما عندهمش المرض يبقى ده true negative يبقى ده حقيقي نيجاتف حقيقي اذا يبقى انا عندي اربع اقسام في الجدول بتاعي true positive false positive false negative true negative لو انا عاوز احدد السنستيبتي هقسم true positive على true positive زائد false negative يعني العمود ده لو انا عاوز احدد بستستيبتي هقسم false positive على true positive زائد true negative اللي هو العمود ده يعني احسن نحفظها بالصورة دي بدل ما نحفظها بكلمات وكده نحفظها ان الكلام ده يخص للسنستيبتي ان انا بقس من true positive على مجموع الاثنين والكلام ده يخص للسنستيبتي بقس من true negative على مجموع الاثنين وكلام نده يخص الposted predictive value اللي هو الوودة ويضاء التاني ده يخص النجاتف في 개밀كتف باليواد طيب المهم انا كلام نتكلم عنه في الكلام موديول الواحده لكن اللي يهمني هنا حكيتين ان السنسيتيفتي استخدمها في السكرينينج يعني لو فيه تيست السنسيتيفتي بتاعته عالية يبقى اذا التيست ده جود فور سكرينينج يعني جود فور اس انيشال اتشيب تيست لو تيست بقدر عامله على مثلا عشر تلاف شخص كويس بسهولة تيست ورخيص مش محتاج خبرة سيطلع لي مثلا مية شخص عندهم بست مية شخص يطلع بطر بس المية دول هبدأ اعمل لهم الاسبسيفت test اللي هو التست الغالي اللي بيحتاج خبرة يبقى فائدة التست اللي هو سكرينينج اللي سنستيبت بتاعته عالية انه يقلل لي الناس اللي هم يعمل لهم التست الغالي اللي محتاج خبرة اللي بتعمل في المعمل بدل ما عمله على عشر تلاف عمله على مية بس اذا جود سكرينينج تاست شود هاية سنستيبت يعني سيطلع المية يقول لي 10.3 دول فيهم 100 بوستر مية تستيقظ ان لا يوجد اي واحد من اللي هو استثناهم يطلع عنده جزيز المية دول ممكن يطلع كيه الناس عندهم الدزيز و ناس لا لكن انا متأكد ان التسعة تلاف وتسعمية اللي هو قال اللي هما قال عليه النجاتف انهم فعلا نجاتف ومعندهمش المقرد يبقى فايدة السكرينينج تست ان هو يستثني اكسكروشن اف لارج نمبر اف بيبل فم هافينج الدزيز لكن هو اه هو جود نجاتف جود نجاتف اللي يقولك عليه نجاتف هو نجاتف فعلا وفي نفس الوقت نقط جود بوستف لي لان المية دول مش كلهم هيتطلع عندهم المرة بالعكس بقى التست اللي هو تست اللي هو التست اللي هو الغالي اللي بتعمل في المعمل اللي بيحتاج في التكنيكال اكسبرينس بيبقى هاي سنستي هاي سبسفستي يعني هاي سبسفستي يعني لو قال لك ان الشخص ده بوستف تبقى متأكد فعلا ان الشخص ده بفر يبقى سكينينج تست سنستي هاي سبسفستي طبعا الاوبتيمال تست اللي هو التست اللي احسن حاجه يبقى فيه سنستي هاي سبسفستي علي لكن ده مش موجود في الحقيقة فاحنا بنشوف احنا نستغلم التست في ايه ونشوف اهم نتحدث عليك مجدومات عندنا ونركز عليه كل انه نتحدث عنه في مدلول الواحده بس كويت ان هم ناخد فترين دلوقتي عن الموضوع ده بردوك ال اه اه داعي بقى عن كر مبين اه التوربستف اللي هي السنستيفتي والفورس بستف ريت اللي هو 100 نقص حسما اله START جميعا الهند كم يميزป لوف مخف الآخر من ناحية الشمال إذا نبقى التست highly sensitive و highly specific و هذا الوبكيرب سنتحدث عنه بالتفصيل بعد ذلك إن شاء الله